حضور دولي لافت مشاركة دولية وإقليمية حنتكلم على 31 دولة ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام اللي دعا إليها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعين الأستاذ العلوم السياسية ما المرجو من هذه القمة أهم القضايا اللي ستناقش في الأجنب الخاصة بقمة السلام هو المرجو من هذه القمة طبعا نحن نكلم على جزئيتين الجزئية الأولى هو وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال الجزئية الثانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الذي بات راهيمة في يد عصابات الحلال الإسرائيل لكن قبل أن نتحدث عن الهدف من هذه القمة يجب أن نتحدث أيضا عن أطراف أو من هم الحضور يعني كل قمة بتأخذ وصنها من الحضور من حضور هذه القمة بتأتي أيضا من خلال أو أهمية القمة بتأتي من خلال القرارات التي تتخذها ثم بعد ذلك في نهاية الأمر ما هي الألية التي يمكن من خلالها تطبيق هذه القرارات حتى وإن صدرت في صورة بيان يعبر عن موقف دولي أو إخليمي بتتبنى هذه القمة في ضوء ذلك يمكن تقييم هذه القمة التي سوف توقد اليوم دكتور برضو خلينا نقف على الصورة الكاملة يعني إحنا أمام قمة كبيرة حشد دولي كبير أتى إلى مصر تلبية لدعوة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة مصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة وحل الدولتين وإدخال المساعدات لكن الصورة الأكبر يعني لو هنتبع حتى الأخبار أمس أولا تم الإفراج عن رهينتين أمريكيتين أمس في الوقت ذاته أيضا رأينا تصريحات جانت وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لسه هذه هي المرحلة الأولى لما يحدث في غزة ولسه ما دخلناش حتى في المرحلة الثانية سؤيل حضرتك هنا يا فندم لو بصينا للصورة الأكبر كده لأي مدى هذه القمة قادرة على الأقل حتى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد في قطاع غزة كيف يمكن التأثير على موقف الدول التي هي لا أقول أنها تتبنى الموقف الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي لغزة لكنها هي شريك لإسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطين في ضوء ذلك يمكن أن نقيم القمة ويمكن أن نقيم تأثير هذه القمة في وقف العدوان هل هذه الدول لديها القدرة والإرادة؟ بالطبع لديها القدرة لكن الإرادة هي الإرادة متوفرة هناك دول قد يكون من الدول الحاضرة لهذه القمة هي من الدول المتبنية للرواية الإسرائيلية هذا ليس يعني لا نقول أنها لا تحضر لا تحضر حتى تسمع وجهة النظر أو الموقف المصري أو الموحر الدولي أو الإقليمي من هذه الأعمال العدائية أو العدوانية ضد الشعب الفلسطيني فبالتالي أنا أعتقد مثل هذه القمة هي ضرورية حتى وإن خرجت بقرارات أو بيانات يعني لا يمكن تنفذها هي بتعبر أننا نعتبرها جمعية عامة للأمم المتحدة مصغرة بتعقد في القهرة حتى قد يكون من قرارات القمة الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا باب لم يتركه العرب حتى يومنا هذا لماذا لم نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ بموجب قرار أممي أو قرار دولي. هو قرار بتعمل به الأمم المتحدة. هو قرار الاتحاد من أجل السلام. إذا أخفق مجلس الأمن فيه اتخاذ قرار. فيه مسألة تتعرض بتهديدة أو ترى فيه الدول المتقدمة تهديدا للأمن والسلم الدوليين. هناك أيضا لماذا لم تذهب؟ أنا ألقم هذه القمة بعض الحلول. لماذا لم تذهب هذه الدول أو أي دولة من هذه الدول. كل المشروعات التي قدمت إلى مجلس الأمن وتم رفضها. هي تتعلق بتقديم مساعدات أو وقف الهدن. لماذا لم يقدم مشروع في مجلس الأمن يتحدث عن أن الوضع ما يحدث فيه الأراضي الفلسطينية يهدد الأمن والسلم الدوليين. بالطبع سوف يأخذ أيضا زي الحصل بشروع الروسي والبرازيلي. هيأخذ فيتو من الولايات المتحدة. لكن على الأقل ننبه العالم أن ما يحدث هو بيهدد الأمن والسلم الدوليين. فبالتالي أمام هذه القمة أبواب لم تطرقها بعد. يمكن أن نتحدث عنها في كمينة.